القرآن الكريم يزخر بالآيات التي تقول بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد مات وتوفي وفاة طبيعية ومن الآيات التي هي قطعية الدلالة على أن سيدنا عيسى قد توفي هي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لسيدنا عيسى عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وفق هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى يسائل سيدنا عيسى عليه السلام يوم القيامة عن ضلال أمته باتخاذهم إياه وأمه إلهين من دون الله فيبرئ سيدنا عيسى نفسه من هذه المسئولية ويقول أنه طالما مكث مع قومه لم يحدث هذا الأمر وإنما هذا الضلال قد حدث بعد وفاته والبخاري في تفسيره لهذه الآية فلما توفيتني يستشهد بكلام ابن عباس حيث قال متوفيك مميتك أي أن القصب فلما توفيتني أي لما أمتني ومعنى هذه الآية أن ضلال أمة سيدنا عيسى عليه السلام قد حدث بعد أن مات وبما أن هذا الضلال حادث كما نرى اليوم فإن موته أمر واقعي أيضا وحادث النتيجة الحتمية أن سيدنا عيسى عليه السلام قد مات وتوفي ومن الدلائل القطعية على أن معنى الوفاة في هذه الآية هو الموت هو أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية لكي يشابه بين وضعه ووضع سيدنا عيسى عليه السلام في ضلال أمتهما فقد جاء في الحديث الشريف في هذا الأمر عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا وإنه يجاء يوم الحشر برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا يعني يقصد سيدنا عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشابهنا بين ارتداد أمته ارتداد أصحابه الذي حدث بعد وفاته بأنه حدث بعد أن فارقهم بالموت وهذا مشابه تماما لضلال أمة سيدنا عيسى عليه السلام الذي حدث بعد أن فارقهم سيدنا عيسى عليه السلام أيضا بالموت فلولا أن معنى التوفي في هذه الآية فلما توفيتني هو الموت لما صحت هذه المشابهة لأجل ذلك نقول بأنه وفق هذه الرواية فإن ابن عباس وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفسران فلما توفيتني بأنه يعني فلما أمتني لأجل ذلك جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المشابهة أن ضلال قومه سوف يحدث بعد أن يموت كما حدث ضلال قوم سيدنا عيسى عليه السلام بعد أن فارقهم بالموت فهذه الآية من الدلائل القطعية بالإضافة إلى الآيات الأخرى على أن سيدنا عيسى عليه السلام قد توفي وفا طبيعية كما تقول بذلك الجباعة الإسلامية الأحمدية شكرا